اشتركوا في القناة وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين فأما بعد اوصيكم ونفسي الخاطئة الخطاءة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ذكرنا أن الحج يشبه الصلاة والصيام من حيث أنه طاعة مطلقة علتها هو الأمر بها علتها وحكمتها في أمر الله بها لعبده فهي عبادة من غير استفسار ولا سؤال ولا بحث عن علة ولا عن قصد مع اعتقاد العبد أن الله يأمر العبد بما فيه مصلحته ويأمره بما يستطيع والحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا وإن كانت عبادة لا تعقل لكن الأصل في الأمر أن لا يحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج ومهم جداً للمسلم أن يميز بين أوامر الله عز وجل لأن فيها المشتبه والنظائر وفيها المفترق والمختلف ليسوا جميعاً على شاكلة واحدة ذكرنا وجه الشبه بين الحج والصلاة والصيام لكن هنا نذكر وجه الفرق وجه الشبه هو أن أنه للأمر أو العلة في أمره وأن الحج كسائر العبادات المطلقة مرتبطة بزمان الحج أشهر معلومات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوطاً شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن إذن هذه العبادة كسائرها من العبادات المحضة مرتبطة بالزمان مرتبطة بشهر ذي الحجة لكن الحج يختلف أو يزيد عن الصيام مثلاً أن الصيام مرتبط فقط بالزمان إنسان يصوم حيث ما كان لا يحتاج إلى بقعة ولا إلى جغرافية الصلاة أيضاً وإن كانت مرتبطة بمكان فهذا المكان على الإطلاق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري عن طريق جابر جعلية الأرض مسجداً وتهوراً بخلاف الحج فهو مرتبط بزمان وبمكان معين العبادة الوحيدة التي اجتمع فيها التوقيت الزماني والمواقيت للإحرام وجغرافية مقدسة معينة هذا فرق بين الحج وغيره وبالتالي فإن شائر الحج لا تعني إلا الحاج يجر للحديث للصيام يوم عرفة هناك وقوف عرفة وهناك يوم عرفة والمستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة فالارتباط بين الوقوف والصوم لأن الصيام كما نعلم مرتبط بالزمان مطلقا بخلاف الحج بل لا يستحب بل يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة لأن ذلك قد يضعف إذن ربط صيام التاسع من ذي الحج بوقوف عرفة لا ينبغي أن يكون إلا من زاوية التوقيت لا من زاوية المكان ولذلك الذين يعتمدون اختلاف المطالع ولا يعتمدون إلا رؤية البلد قد يحددون التاسع من ذي الحج وعيد الأضحى بالرؤية لا بالوقوف ولا بيوم النحر بالنسبة للعيد خاصة وأنه في بعض الأحيان السعودية تخطئ أصلا في تحديد أول يوم من ذي الحج بل قد تعلن الرؤية معنى الحساب ينبئ بأن الرؤية مستحيلة مطلقا لأن الهلال لم يولد بعد فالحج لا يعني إلا الحاج عرف يوم تعرفون جاء في هذه الحديث ولو أن الحديث فيه مقال وحتى الحديث الذي فيه صومكم يوم تصومون وعيدكم يوم تعيدون هذا حديث فيه مقال وحتى الذي حسنه استغربه على كل حال يعني بعض الناس يقول بأن ربما قد الحكم يكون في الظاهر موافقا للشريعة ولكن في الباطن قد يكون مخالفا للحقيقة وهو الحساب الذي لا يخطئ أما الرؤية فقد تخطئ ولقد جربنا ذلك سنين في فرنسا قد يكون اختلاف ثلاثة أيام والعلم أننا لا يمكن أن نمحص صحة الرؤية وربما قد تدخل في ذلك عوامل سياسية جيوسياسية لا علاقة لها لا بالرؤية ولا بالحساب فصيام التاسع من ذي الحجة لا علاقة له بالوقوف يعني ينظر إلى الشاشة ويعيش الحج من هنا ولا علاقة بيوم العيد عيد الأضحى ولا علاقة بصيام يوم عارفة بمناسك الحج وذهب كثير من العلماء أنه مع الخطأ في تقدير أول يوم من ذي الحجة فإن الله عز وجل بلطفه يقبل الخطأ وإن وقف الناس في غير اليوم وإن نحروا في غير يوم النحر وبعض الحنابل ذهبوا إلى إعادة الحج وهذا رأي يعني لا نقول شاذ ولكن رأي غير رأي الجمهور لكن رأي موجود أما يوم العيد عيد الأضحى فما الفرق رأينا الفرق بين الصيام يوم عرفة والوقوف يوم عرفة معروف عند الفقه بالفرق والأشباه والنظائر عندما تضع الشيء في غير محل تذهب إلى نتيجة خاطئة في السلوك والتعامل مع العبادة أو مع معاملة أصلا كل الأحكام الشرعية فيها المتشابه وفيها المفترق هنا يأتي الخلل في التدين إجمالا وفي التعبد خاصة هل الرؤية للتعبد بعضهم يدخلها في العبادة مع أنها وسيلة لمعرفة الزمن الذي به يبدأ تبدأ الشعيرة وعندما يكون الوسيلة لا تعقل يعني أدخلنا في العبادة ما ليس من قبيله ما الفرق بين يوم النحر وعيد الأضحى يوم النحر يوم الحاج فيه يرمي الجمرات وينحر بين بيذا أن صلاة العيد والعضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة العيد سنة مؤكدة عند الإمامين مالك والشافعي وعلى الكفاية عند أحمد والإمام أبو حنيفة الوحيد الذي يقول أنها واجب والواجب عنده دون الفرد بين السنة المؤكدة وبين الفرد يوم النحر فيه شعائر واجب في حق الحاج وهو مرتبط بالجمرات وهو مرتبط بزمان ومكان أما عيد الأضحى مرتبط بالزمان وقط فتحديد الزمان إما بالحساب إما بالرحية المحلية هذا مستساع لا علاقة له بما يدار هناك في في المناسك التي تفرض إلا على من كان في ذلك المكان فإذن يوم النحر فيه شعائر هي أركان وفرائد ويوم العيد فيه إما سنن وإما سنن مؤكدة هذا فرق في الواجب وفرق ذلك في الزمان قد يعيد الناس في العاشر عندهم هناك في السعودية لكن العاشر عندهم من ذي الحجة هناك قد يكون الحاذي عشر في في زمن آخر إذا أخذناه باختلاف المطالع أو أخذناه بالحساب فبعض الناس يعني عندما يترعوا لهم الخلط إحنا أعلننا هنا في بوردو في هذا المسجد أن يوم العيد سيكون يوم الاثنين قبل أن تعينا السعودية لأنه لا يهمنا لا نحن ندور مع الزمان وندور مع المصلحة وندور مع المجتمع الذين عيشوا فيه فلا ينبغي أن ندخل شيئا في شيء ليس من قبيله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولاك الذين هداهم الله وأولاك أولو الباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر